لقطات أيضا حصرية وردت الآن إلينا من المسجد نعرضها لكم الآن في الاختقة تعسير الذي حدث فيه التفجير الإرهابي نشاهد الأضرار نشاهد هذا السقف المسجد هذه الأضرار التي حدثت جراء هذا التفجير الإرهابي نشاهد الفرق العاملة برصد الأدلة نشاهدها الآن ونشاهد الأضرار التي حدثت في المسجد عميد حسن أيضا تشاركني التعليق حول ما تشاهده الآن هي أضرار نشاهدها ربما ليست بالجسيمة بشكل كبير هي متوسطة نشاهد طبعا أجزاء كما جاء في بيان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية هناك أشلاء يعني عثر عليها في الموقع يعتقد أنها ناتجة عن تفجير بأحزمة ناسفة كما جاء في بيان متحدث في بيان وزارة الداخلية نشاهد الأضرار التي لحقت بالمسجد الآن الفرق الأمنية تعمل على رصد الأدلة لا شك أثار حمراء نشاهدها الآن أعتقد أنه من جثة الهالك الذي أقدم على هذا العمل الجبان الغادر وطالما في المسجد 250 طالب والعدد إلى الآن في حدود 15 قد يزيد نفرين من الشهداء نعم عفوا لن يقل لكن في احتمال الزيادة ونسأل الله أن يتوقف عند هذا العدد بمشيئة الله نتمنى ومن يتوفى منهم فليس بخسران فهو فاز نعم قابل الله سبحانه وتعالى وهل هناك أعظم عميد حسن من يعني الشهادة بين يدي الله وفي سبيل الوطن وفي مسجد ووقت أداء صلاة ليس هناك أعظم من هذه الشهادة و أنا أؤكد وأنا رجل عسكري و سبقا عملت في القوات مسلعة عشرات السنين أنه على كل منتمي الوزارة الداخلية الحرص الوطني استخبارات العامة و وزارة الدفاع أن يضع دائما بين عيني أن يكون كل عمل يقوم فيه إيمانا و احتسابا لله وهو كذلك بإذن الله إذن نشاهد نشاهد الآن آثار الحادثة التفجيري وهذه هي اللقطات الأولى والحصرية التي تبث لكم من داخل مسجد قوات الطوارئ نشاهد نشاهد هذا الفعل الإجرامي الغادر الآثم كيف وماذا فعل بالمصاحف وكلام الله عز وجل نشاهد هؤلاء المجرمين كيف عاثوا فسادا في بيوت الله كيف دمروا و أحدثوا و أحدث الضرر نشاهد يعني آثار للدماء نشاهدها الآن على السقف و آثار السواد ربما تكون ناتجة بكل تأكيد عن الانفجار أيضا يعني نشاهد هذه الأضرار التي لاحقت بفرشات بأجهزة المسجد و بأجهزة التكييف أيضا السقف نشاهده يعني نشاهد آثار الدماء أيضا في الجدران الجانبية و أيضا في السقف ليست في اتجاه واحد أيضا أشلاء القتلى عليهم شعابي بالرحمة وصلت إلى هذه المناطق القريبين من مكان الانفجار نعم هو بالفعل تقريبا متوسط في مكان المسجد المسجد من الحجم المتوسط نعم نشاهد هنا يعني مادة أشبه بالكيس الأسود ربما تكون ل بقايا نعم إحدى بقايا أشلاء ضبط نعم نشاهدها الآن فرقة رفع الأدلة